اشتركوا في القناة جديدة من برنامج لقاء الرعي بعيدا عن السياسة نفتح اليوم ملف أبناء الشؤون أطفال شاءت الأقدار أن يكونوا بلا أم وأب بلا عائلة نشأوا في كنف وزارة الشؤون الاجتماعية ضمن برنامج للحضانة اليوم وقد وصل بعضهم إلى السن القانوني وبات في عمر الواحد والعشرين عاما أصبحوا مهددين بالطرد تنفيذا للقانون الذي يحتم استقلالية هؤلاء عند بلوغهم سن الواحد والعشرين عاما يقول أبناء الشؤون بأنه قانون مجحف بحق أشخاص لا حول لهم ولا قوة اليوم ولأن بعض هؤلاء الأبناء يخشى الظهور أمام الإعلام خوفا من نظرة المجتمع تارة وخوفا من التضييق عليهم من الوزارة تارة أخرى قررنا في تلفزيون الرأي ومن هذا البرنامج أن نسلط الضوء على معاناة الأبناء وللغاية نستضيف الشيخة بيبي الصباح السيدة التي رافقت هؤلاء وحملت همومهم ومعاناتهم للوقوف معهم وبجانبهم وقفة إنسانية ومعها سنفتح كافة الملفات لتسليط الضوء على الجانب الإنساني لحياة أبناء الشؤون أهلا وسهلا فيك الشيخة بيبي اليوسف الصباح حياكم الله وأول شيء أنا سعيدة بوجودي معاكم يا حلو الناس اللي يكون عندها الحس الإنساني أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرب المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سميرة راح أبتدي معاش بالسؤال أول تفضلي خنشكركم أول لا تفضلي شكرين أول شيء طبعا مشكورين ما قسرتو على إنكم تبنيتو هذا الموضوع اللي هو موضوع اللي أنا أقول هذول عيالي طبعا هذا كان بعد اللقاءات اللي طلعت لهم وهم جريدة القبس ما قسروا إلى إنهم تبنوا موضوعهم بعد المقال اللي أنا نشرته طبعا بعد اتصال منكم كقناة الراي وأخص بالذكر طبعا الأخي وسب الجلاه مبو أحمد اللي قال إحنا ترى استوديوهاتنا مفتوحة علشان ننقل معاناة هؤلاء الأبناء هذا اللي أنا أنظر ليا سميرة أبي الحس الإنساني فنحن من؟ أنا إنسانة وأنتي إنسانة هذا ما أتمنى وهذا اللي أنا أتمنى إلى أن يدور حوارنا حواليه نعم ليش سميتي مقالت أو ليش عنونتي المقال بهذول عيالي أوكي أول شي سميرة عشان أعطيك فكرة بس أنا طبعا الأبناء معاهم أنا كنتوقعت أني أنا مع الأبناء بس من يمكن 6-7-8 سنين نعم تفاجأت بواحد من الأبناء وأنا على فكرة كلهم ينادوني يمة وأنا أعتز فيهم وكلهم أبنائي من بنات ومن أولاد فقال لي يمة أنت كنت معاي من يوم الثنوي وكنت تيين وحضرتي تخرجي ورحت الجامعة ودرست وكملت ماجستير لاحظي هالكلمة هناك من الأبناء من عندهم الماجستير علشان ما نقول لنا عياننا طبعا كنت أروح لهم وقعد عندهم إذا كانوا بنات أو أولاد البداية كانت الأبناء بعدين البنات غاروا ليش تروحين لهم وأحنا ما تروحين لنا طبعا صرت أروح لهم أتواصل معاهم أقعد في بيوتهم أشوفهم وكان مبدئي من البداية يا سميرة إلى أني أنا مويايتكم إلا علشان أقعد معاكم وأشوف معاناتكم وأحاول أني أنا أوصلها واللي ربي قدرنا عليه أن نحن نسوي بالأخير شوفي أنا قلت في ناس طبعا كانت تحسين الحس الإنساني عندهم ممتاز أنا أذكر ما بيقعد لكن أذكر بالخير الأخ فيصل الحجي يظهر لغير أذكر بالخير الله يرحمه طبعا أبو سعود محمد العفاسي كانت أبوابهم مفتوحة كان الواحد يروح يقعد يطالع ينقل لهم معاناة الأبناء ما قلت أن الأمور كانت لماشية لا أبدا ما كانت الأمور ماشية كانت فيه سلبيات كثيرة وأنا على فكرة أنا مطالع بلقائي إلى أني أقول أن بناتنا وأبنائنا وهما مثال للأبناء لا أبنائنا وبناتنا مثال أي بنت أو أي ولد في أي أسرة كويتية نحن نتكلم عن هذه الأمور كلها أبنش تردين على السؤال المقال اللي أثار هذا الشجون اللي أثار ردود الفعل القوية ليش سمتي بهذه العيالي وهذه كلمة صاحب السمو الله يحطط أقول لش أنا كنت أروح وأرجع معاهم وكل شي طبعا كنت أنا أبعد أنا مو زيادة يعني أني أنا طول الوقت أني أنا قاعدة وياهم لكن إلى وصلت السنة اللي فاتت لما يقرار إلى أن أو مو قرار بمعنى لكن مقابلات الأبناء إلى أن من يبلغ الواحد وعشرين أو الخمسة وعشرين لازم أنكم تغادرون البيوت والبنات نفس الشي لا هنا رجعت بيبي كاللي فعلا تبي توقف مع الأبناء فنزلت المقالة واللي سمح لي مقام سيدي صاحب السمو استخدمت كلمتها اللي قالها هذولة عيالي وفعلا سميرة هذولة عيالي للأمانة أقولها نزلت المقالة في ناس كثيرة كحسبانهم ترى مقالة كانت هذولة عيالي أنه كان في مناسبة العيادة الوطنية لكن للأسف في الوقت اللي كنا نفرح فيه بالعيادة الوطنية كان في أبناء مهددين لأنهم لازم يتركون بيوتهم اللي على فكرة تربوا وكبروا فيها فاسمح لي يا صاحب السمو استخدمت كلمتك لكن أنت كلماتك طال عمرك نبراس إحنا ناخذ منا الإنسانية اللي سميت إحنا هذا الشي اللي عور قلبي أنا إحنا دولة الإنسانية أنت الآن متأثر وعورتي قلبي يا بالدمعة اللي طلعت من معينك بس ملي قال إنهما راح ينطردون والله هذا القرار اللي نزل إلى أن الأبناء بس في اتصالات وصلت لمعدة البرنامج رباب الداح نعم وقالوا إن هذا الكلام غير صح والله استجواب وزيرة معالي وزيرة الشؤون نعم في استجوابها قالت إلى أن الأبناء وصلوا إلى العمر اللي لازم يتركوا في البيوت ماهو يسكرون بحالهم؟ ماهو إنسان ويقصدون الموظفين طبعاً في سنة 2021 هذا لم يمكن يدرس بالضبط فيهم يدرس وما يدرس شو فيه سميرة نعم هذا عندي كاهو القانون أنا هذا القانون بمسكه بحطه إلى جنب أنا ما رح أتكلم بالقانون عشان تشدي اللي نزلتوه إلى أن الرعاية الاجتماعية بين القانون والإنسانية أنا القانون بحطه على جنب وهذا اللي كان في مقالي لما أنا قلت إلى أن طبق القانون لكن في شيء اسم روح القانون أنا الآن كل من بيرد عليه بالقانون والقانون أنا واحدة من الناس أحب دائما الالتزام بالقوانين وأنا واحدة من الناس اللي كان من أيام قبل وزارة الشؤون وأنا أقول فيه سلبيات كذا وفيه سلبيات كذا وفيه سلبيات سنه قوانين جديدة لكن عمرنا ما فكرنا إلى أن بناتنا تطلع برا إحنا عايشين بالكويت من أسرة كويتية اللي أبي أقولها إلى أن وزارة الشؤون هي التي تكون الأب والأم خال وخالة، يد ويدة، أخو وأخت هؤلاء من عندهم المفروض أنت يا وزارة الشؤون من وزيرة الشؤون أو وزير الشؤون أيّا كان أنا لا أتكلم عن أشخاص إلى وكيل، إلى مسؤول، إلى، 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 أنتم الأب والأم بس عفواً للمقاطعة تفضلي هذه الصورة من الكتاب من الإدارة بلغون فيه الأبناء بضرورة إخلاء المسكن صحيح الخصوصاً اللي بلغوا السن القانوني يعني فيه كتاب موجود ومع ذلك تلقت الأخت رباب بداح معدة البرنامج من بعض المسؤولين بنكران هذا الكتاب صحيح شوفي أنا على فكرة استاثمت فيها رباب وخل تسمح لي لما كان اللقاء طلبت رباب إلى أنه على أساس بعد هي تعد إلى أنها تبتلتقي بالأبناء والبنات والله مسكينة يعني كسرت خاطري صراحة غبت عنها خمس دقائية قيت لقيتها مسكينة أبتشي وأنا كنت محظوظة أنت مسافرة كان المفروض أني أكون معاهم باللقاء فكلمتني وشافت حالات مأساوية صحيح صحيح وعانت يومين بسبب ما شافتها من هذه الحالات المأساوية عطينا أمثرة شوفي رباب طبعاً في حالات كثيرة وأنا كنت أتمنى ولو أنه حتى لو كان يفتح المجال لا أنا هؤلاء الأبناء اتعاقبهم الوزارة إذا واحد فيهم طلع بلقاء صحفي أو غير طبعاً نظرة المجتمع اللي أهمة للأسف أنا ما أدري يعني إذا طلعوا بالإعلام واشتكوا ويتعاقبوا وصارت هذه الحالة نعم طلع عندكم فراي شاب بين اتنين بغض النظر مثل ما قتلك أنا ما قاعدة أتكلم بالقانون في اتنين من الأبناء أطلعوا عندكم بالراي هذا قبل عشر سنين حالتهم استنجدوا وقالوا يابون هؤلاء الأبناء إلى الآن يعانون خلي قلوا لي أي شيء أنا عندي إذا ما عندهم الفايل واحد أنا عندي من لك الواحد عشر فايلات أنا مثل ما قتلك سميرة أنا طالعة إنسانياً مقانون أنا القانون أخليه على جنب الحين عندي بهذه الحالات طبعاً فيهم واحد مريض فيهم واحد عنده فيهم واحد مع الكلة وفي واحد من الأبناء هم حالته يرثى لها موجودين أهم الآن في واحد من البيوت نظروا لهم نظرة إنسانية نظروا لهم أي شيء لكن هؤلاء الاثنين من الأبناء بلا هوية شون بلا هوية؟ بلا بطاقة مدنية أحي مو هما كواتيين أهم شوفي بحكم القانون صحيح بس هذي لهم ضرف خاص فما في إحنا هذا اللي نقولها يا سميرة إن الكويت أول شيء خليني أقول حقيقة هذه إحنا ما ننكر الشيء اللي أنا ما أقول وزارة الشؤون أقول حكومة دولة الكويت تاخذ الأبناء ينحطون في دور الرعاية تصرف عليهم مأكل مشرب كسوة مصاريف تعليم حساب الدخار للإبن من أول ما يدخل الأفرض عمره شهرين عمره سنة عمره سنتين على عمره كانت قبل عشرين ثلاثين ستين وحساب الدخار هذا بنرجع لبعدين إحنا موضوع الدخار إحنا ما ننكر كل هذه الأمور حكومة الكويت ممقصرة عنهم بهذه الأمور هذه حقيقة ما نحد لا الأبناء يختلفون فيها وعلى فكرة سميرة الأبناء عندهم حب مطبيع للكويت لأننا حاسين إن هذه البلد هي اللي وقفت معاهم وإن بوجودهم إن وجدوا بهالدنيا بدون أي يعني مثل ما أنا قلتها الظروف أوجدتهم بهذه الدنيا وهم ما لهم دم فيها بس عذرا للمقابعة هذا أيضا كتاب آخر من إدارة الحضانة هذا كتاب بأسماء ولكن إحنا امتنعنا عن نشر هذه الأسماء بلغونهم بأن يخلون المباني وأنهم يطلعون للأسف بره من هذه المباني بمجرد وصولهم السن القانونية طيب الشيء خبيبي يعني أول من حين وصلوا السن القانونية صحيح هل الوزارة على علم إن فيه مثلا بعضهم موظفين فيه بعضهم بعدهم يدرسون يعني أول قانون فقط يصل إلى هذه السن بدون معرفة ظروفه أو إمكانية إنه يقدر يوفر أجار يقولوا لأطلع سميرة هم رجعنا إلى القانون نعم وأنا قلت لك أنا القانون ما راح تكلم عنه لأن القانون بإيدنا نقدر نغيره أنا بضرب لك شنو الخلل في القانون الخلل إلى أن وزارة الشؤون هي الأسرة يا سميرة اللي إهي الأب والأم لهؤلاء الأبناء أنا بس إلك بالله العظيم إذا أنت عندش بنت وصلت عمرها 21 أو 25 أو تشتغل تقولي لها طلعي سكني بروحك نعم أكيد لا إحنا وين عايشين إحنا بالكويت ما في بنت كويتية وهذه البنات بناتي كويتيات جنسية يحملون كويتية يا سميرة حتى في قانون الإسكان المعيب اللي أنا قلت اللائحة الداخلية لقانون الإسكاني البنت الكويتية الغير متزوجة عندما تبلغ من العمر 45 سنة لها الحق في شقة على أنها تيب قريبة من الدرجة الأولى نعم هذي من إتيب قريبة من الدرجة الأولى ما عندها مثل ما قلت لك يا سميرة الموضوع موضوع إنساني إنساني يعني الهدف من الدولة أنها تترعى هؤلاء الأبناء أول هدف أن تصرف عليهم ملايين الدنانير إلى أن يصلوا إلى السن معين المفروض يكونون عناصر فعالة في المجتمع صحيح اللي حاصل العكس أن الدولة تصرف عليهم وبعدين تقول لهم تفضلوا وروحوا وأهموا ومصيرهم المجهول هذا اللي حاصل صحيح ولما يقولوا لك أنه فيه أبناء كثيرة اندمجوا بالمجتمع ومارسوا حياتهم طبعا وأنا أروح لهم ليحة بيوتهم بس هذا البنت إذا تزوجت وصارت فيه كنف رجل تتعيش معاه والولد إذا تزوج وصارت له أسرة أنا كذا مرييني واحد من العيال ومعاه مرته وشاي اللي ولده ويا يبيه لكن أنا أبي الله يخليكم بالله العظيم وناشد فيكم إنسانيتكم منو يقول لي كأب كويتي أو امرأة أم كويتية تقول لولدها انت والله الحين خلاص كبرت دور لك بيت بروحك اخر لا والله هو بيطلع بكيفة بكيفة وبظروف الغلاء وشروط الأجار كل حتى على جميع ما يجرون أجارة ما يجرون للناس اللي عايشين لحالهم لازم عائلة حتى لو يجرون حتى لو يجرون أنا أنا ما أطلع بناتي أقول لهم رح سكنوا بروحكم وبعدين أي أوصل للمسؤولين شوفوا بناتكم مش قاعدين يسوون هذا اللي للأسف قاعد يصير إحنا للأسف من ينقل الصورة السيئة أقول لها حرام عليك في بيوت كويتية فيها ابن مدمن في إنما ما يطردونها يعالجونا سلوك سيئ ما في مليان أعالجة أقومة أنا مثل ما تنقلون الصورة السيئة نقلوا إن في عندنا بنات ما شاء الله عليهم قاعد يدرسون اللي بأمريكا وبدول ثانية اللي تدرس هندسة واللي واحدة ما شاء الله عليها متخرجة كابتن طيار ليش ما تنقلون هذه الصورة لا أنتي تقصدي من اللي ما ينقل هذه الصورة والله اللي بالمسؤولين اللي عندهم المسؤولين أنا ماني فاهمه أنا صراحة لهم الحين ماني عارفه إحنا رح نفهم أكثر وياش بس أنا مضطرة أطلع بأول فاصل بحلقة الليلة فاصل مشاهدينا وسنعود رجعنا معكم مشاهدينا ومع الشيخة بيبي اليوسف الصباح وحديث ذو شجون عن أبناء الشؤون نتكلم عن القانون القانون هذا لماذا لا يعدل لما في ناس تحس أنها محتاجة أن هذا القانون يعدل لكن اللي أنا قاعدة أشوفه إلى أنه بالعكس مرحبين بهذا القانون مع كل هذه الحالات اللي شايفين ينام ينام المسؤولين مرحبين بهذا القانون طبعا مرحبين ولا القانون يا سميرة مهو قرآن تقدر الوزيرة لأن الوزيرة يعني الوزيرة هند الصبيح يعني كل ما أحد قال له وحتى كأعتقد كان في استجواب منها بفاضل أن القانون 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 فتقدر هي عضو في مجسر الوزيرة تقدر تطلب تغيير القانون أنا أطالب النواب خيروا بالقانون ترى نرجع نقول هذي لعيالنا شفي في تصرفات يعني يمكن هو هو القانون ربما هو ترى توى يديد هذا القانون على فكرة ولا أحد داخلية يديد تأوى 2015 ممكن أن القانون يكون مثلا مناسب لهم ولكن هناك خلل في تطبيق القانون أو خلل إداري شفي سميرة القانون أنا مثل ما حين أقول لك مهم طبعا متصلوا في الاخترباب لما تصلت فيني اليوم قالت لي أن المسؤولين يقولون هذا الكلام كله مو صحيح قلت لها شل الكلام اللي مو صحيح إلى أن ما طلبوا من الأبناء أنهم يطلعون ما طلبوا وما ضيقوا عليهم ولا شيء أي ما ضيقوا عليهم أنا شل يضطرني أني أكتب هذا العيالي هل صحيح أنه وقفوا عنهم الوجبات نعم أنا هذا اللي خلاني أكتب إلى أنه وصل التضييق إلى أنه عندش في بيت من البيوت بيت حوالي واحد فيه 14 ابن صار ينزل الوجبات إلى أربعة يمكن البنات يمنعونهم من الأكل مو يمنعونهم هي مناقصة أوكي خليش انتوي هي مناقصة سنوية وانا هذا السؤال اللي ودي أسئله بس أنا ما طبعا ما أتجاوب شي ما أعرفه هي مناقصة سنوية يروح هما ست بيوت للأبناء طبعا واحد هذا اللي قالوله هذا أخوان قطعت عنه صار لهم سنة يمكن أو أقل المهم منها انقطعت عنه الأبناء البنات نفس الشي من شهرين انقطع عنهم هذه المناقصة إذا كان كل بيت عندك 14 وجبة هني 15 هني 10 طيب الآن لما قصرتها باقي الوجبات وين راحت يعني توصل إلى الوجبة عبارة عن شلو الوجبات والله شوفي هو الوجبات طبعا في ريوغ في غدا في عشا طبعا الوجبات ما نقول لك لا وجبة لكني أنا تحسسني كإني أنا عايشة بمعتقل صراحة عشان شذي أنا طلبت والله يرحمه ويغفر له ويغمد روح لي أنا بسعود محمد العفاسي قلت لأي أبو سعود الشباب هذي لها ترى في يوم يشتهي مجبوس يشتهي يوم مشغول ليش أنتوا تيبولهم وجبات حسسوا أرجع وأقول لك يا سميرة حسسوا الأبناء أنهم عايشين في وسط مريح حاسين أنهم عايشين بأسرة بس أي شن الوجبات يعني مو أكل كويتي مجبوس لا 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 أي أكل الوجبات خلينا شوفي فلما طلبت من أبو سعود الله يرحمها فعلا حط بابيخ في البيوت إلى أن يبولهم الماتشلة كل شهر ويطبخون لهم حسب شهوة الأبناء في عندكم صورة أعتقد عن الأكل أي أن كان الأكل هذا اللي يوصل هذه الوجبة الحين هذه الوجبة هذي حكثنتين أي نعم هذا ما تعتبر وجبة ما يخالف هذا يمكن عشا لكن في غدا في إحنا بغضب عبالي سوشي الآن هذه الوجبة أيها اللي يمنعونها بعد يمنعونها نعم اللي يمنعونها كنوع من الابتزاز والضبط عليه أنا ما نقيل الابتزاز لكن أهم لما يقولون إحنا ما أجبرنا الأبناء يطلعون على فكرة هو في قضية أعتقد فيه أكشن رح يصير بعد حكم الاستئناف هذا اللي أنا أعتقد رح يصير وأنا ما أحب إحساسي لكن اعتقادي بذلك طبعا الأبناء اللي حين موجودين في واحد من البيوت بس بدون وجبات بدون خدمات على فكرة خدمات ما في هذا العمارة هما يحين ستة عندك العمارة وعندك خمس بيوت العمارة هذه ما فيها خدمات ولا فيها أي شي في تصرف أنا أحس غير إنساني جدا سويت الوزارة مع البنات لما ركبت كاميرات للمراقبة أنا مني فاهمة إحنا عايشين في قوانتنامو ولا وين عايشين ما أدري شنو معنات أحط كاميرات للمراقبة وبعدين أكلبت البنات وأخذهم بسيارات نجدة المخفر لما حاولوا يكسرون الكاميرات أنا طبعا مو مع السلوك هذا أنا ماني معه يكسرون ويسوون لكن أنا سؤالي ليش هذا بس عفوا للمقاطعة لكل من قال من وزارة الشؤون بأنها لم تخفض وجبات الطعام هذه مقارنة بين كتابين في 2014 و2016 للوجبات المخفضة كنوع من التضييق على أبناء الشؤون أنا أبي تفضلي كنو قصة الكاميرات الكاميرات هذي العام ركبوا كاميرات ما هو ما شاء الله احنا عندنا وائد نحب نقول ان نبلغ اننا ترى سيئين ترى موزينين ترى 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 لا ترى حال دور الرعاية كحال أنا شبفهم كحال أي بيت كويتي في كذا وفي كذا نعم انتو بدال ما تفكروا لي انكم تقطعون وتسوون ربوا طيب يعني الحين على كثير الأخصائيين النفسيين ومنوة التنمية البشرية الوزارة لم توفر ناس يعني أكثاء للتعامل مع هؤلاء لا تعليق يكفي أقول لتشغلة واحدة أنا قبل فترة ما أنا قايل الحين هالسنة وهذه لأنني أنا بيني وبيني صراحة تعبت من أن الواحد رحت أشوف واحد من الأبناء في المدرسة دخلت على الناظر السلام عليكم عليكم السلام قال لي نعم قلت له معاك فلان الفلانية قال لي آمري خير قلت له والايا أشوف موضوع ولدي نعم قال لي عندك ولد عندنا قلت له إيه ولدي قال لي منه قلت له فلان لفلاني استغرى وهو قلت له إيه ولدي طالعني طالعني وضحك ابتسم موضحك ابتسم بس ابتسامة مرارة نعم زين قال لي أنا ناظر الحين صار لي أكثر من ست سبع سنين ما شفت مشرفي أنا يسأل عن ابن زين أنا ما أقول لش الكل بالعكس في مشرفين صراحة والنعم فيهم في مشرفين لما يعني أنا شبت عيني شوفي على فكرة أنا معروف عني أني ما أقول شي إلا أكون شايفة بعيوني في مشرفين لما كان في أحد الأبناء حادف سيارة وكان هذا أصم الولد واحد من أعيالي في المستشفى لما كنت روح كان المشرف قاعد يما بس هذير الأغلبية ولا قلة لا والله شوفي أنا أتكلم عن اللي أنا شفتهم أنا مثلا بتكلم عن مشرفة للأسف مرة بالصدفة قاعد أتكلم معاها بالتيلفون أنا ما أقول لش أعمم لكن أنا أقول لش أنتي قلت لي عطيني أمثلة أقول لش التعميم غلط لكن فيه المشكلة أنهم أقل كلمة يتكلمونها هذير معيالنا عشان شري ممكن أنا ركزت على كلمة سيدي صاحب السمو هذير معيالي أنا مرة سمعت مشرفة يعني للأسف المسؤولين أولاء الأبناء ينظرون لهم بنفس النظرة الرجعية التي ينظر لها البعض في المجتمع ملكل نرجع ونقول ملكل لكن أنا دائما أقول هذير الأبناء ما لهم ولي صالح ما عندهم أحد يستشيرونه عشان تلي أخطاعهم كثيرة أنا دائما أقول لهم أقول لهم سئلوا عرفوا يا سميرة أنا رحت للملحق الثقافي في القاهرة أنا قلت أخوي يقول لي أنت الدورين وين الشقة تروحين لقيت لأدور وين الأجر وأروح له أنا ما أعتبر الشقة هذير العيالي أنت رأي اليوم يقولون لي يمّا ويمّا ويمّا فيهم كبار ينادوني يمّا يقول لهم كل واحد يسئلوني كل واحد رحت له وأعتقد في كلام ذكرته معا للوزيرة عندكم في لقاء قالت الولي الأمر عادة قبل ما يطلع ولدي يسافر يروح يدرس يبيعرف وين يدرس أعتقد معاش كان أخت سميرة اللقاء كل هذه الأمور رحت للملحق لأني واحد من الأبناء أنا عشان تعرفين أني أنا موذ قاعدة دافع عنهم ولاني معاهم ترى بالطريقة واحد من الأبناء على حد علمي يدرس بالقاهرة كل ما روح من كان ألاقي بويهي انت وين بالقاهرة لا لا أنا يا إجازة إجازة شهد كل شهر وين الالتزام بالدراسة فقلت للملحق قال لي للأسف ما عندنا أحد يبلغنا إحنا ما نتكلم عن الأبناء اللي يروحون على التعليم العالي هذي لا طبعا لكننا نتكلم أنت وليت أمريا وزارة الشؤون يعني أيضا أنت يتحملين المسؤولين أخطاء الأبناء وهم المسؤولين عنها طبعا إحنا رح نطلع بفاصل رح نكمل هذا الحديث ولكن بعد هذا الفاصل فاصل شكرا عدنا من جديد مشاهدين مع السيدة بيبي اليوسف الصباح وحديث عن أبناء الشؤون أبناء الشؤون يعني يعاملونهم كلهم معاملة وحدة ولا هم في تفرقة لا لا أكيد هناك تفرقة طبعا لا لا في تفرقة أكيد هذه بالتعامل في على فكرة وأن الموضوع ما يضحك لكن شر البلية ما يضحك لا في عنهم أبناء أكيد مرتاحين بالوضع اللي موجود الآن هذا شيء طبيعي يعني عندهم ومستانسين لأن الأمور أنا أقول لك في ابن من الأبناء أنا أستغرب أنه يدرس بالقاهرة وأنا كله أشوف هني بالكويت مأجر لي شقة بهذاك المبلغ وكله قاعد لي بالكويت وأنا ما عرف ما يودي يعني بداءا بداءا على شنو أهم متساهلين معه أولا شوفي ما حسب مزاجهم أعتقد يعني في ابن أنا إلى الآن صراحة ما عرف مسكين شنو بيكون مصيره آخر سنة السنة لكن لأن طلع في لقاء القبس وعندهم ناس تعرف منه طلع منه دخل عايشين على فكرة ما كملنا موضوع الكاميرات إلى الآن يبروح يكمل دراسته بالقاهرة مو معطينا الفلوس اللي هي من الصندوق الخيري اللي بنرجع نتكلم عنا عن ادخار الأبناء لا لا المعاملة ما فيها معاملة وهذا اللي أنا كنت من قبل كنت أقوله أيام الوزراء السابقين إلى أن أنا القروبات هذه وهذا يتبع هذا وهذا يتبع هذا وهذا يتبع هذا هذا مو صحيح الأبناء عموما حتى بالأب والأم الموجودين يكونون معاملتهم لأبناءهم جميعا متساوية نعم فلم نرجع لم نرجع لموضوع نعم عفوا بس الفيديو اللي تكلمنا عنه قبل الفاصل في مقابلة سابقة مع الوزيرة هند الصبيح وزيرة الشؤون راح نشوفه الحين على الهوى نشوفه على الهوى هذه الإنجازات بعهد هند الصبيح لماذا هناك انتقادات هو لا توجد انتقادات هو بدل حزم وأنا بطبيعتي قاسية في التربية أنا بطبيعتي قاسية في التربية وليش قاسية في التربية أنا أقول أي شخص سافر يدرس بنته أو ولده برة أول ما يروح يشوف وين مسكنها ومع من ساكن وهل هناك لوائح لو بيحطه في مسكن الجامعة هل هناك لوائح هل هناك كشف هل هناك اهتمام حتى يطمن على أبناء قبل لا يروح ذلك الأبناء في عهدتنا إن لم يكن هناك حزم متى يطلعون متى يدخلون من يدخلهم شنو المسموح شنو المو مسموح لا تنسي لنا القسوة هذه انتقاسية تقولون عن ناسك انتقاسية انتقاسية في البيت أيضا يعني وفي الحمد لله هذا طبقه في البيت يعني تعاملينهم كأنهم أبناء قسوة الأم خنقول عشان لا تؤخذ عشان ربيهم عشان ربيهم لأن انت كما تعلمين الاربع واربعين البنت يصل عمرهم إلى ثلاثين يعني تسوك سيارة يعني تطلع فلازم أحط أكو حدود ساعة كم يردون اللي راحوا وين رايحين إذا تأخروا متأخرين إذا هم معزومين على عرص ولا شيء لازم نعرف وين عند منه من هي العائلة حتى نعلم عشان نحافظ عليهم فهذه كان يعني في السابق لا يوجد هذه اللوائح والقوانين الصارمة هاي وحدة أثنين دخول أي أشخاص لازم نعرف من هم هل هم يتسومون بالأخلاق الحميدة هل هم قاعدين يساعدون على 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 دين على تربية أم لا حتى لا يصير هو مكان لأي أمور خاطئة لأن كذلك راح تستطيع تحمل الوزارة ذلك فأنتك على التعاملين مع بشر مجموعة فلابد أن يكون طبعا الانتقادات كلها هي من الأبناء اللي هما داخل دور الرعاية اللي هما في دور اللي هواء اللي في السالمية وفي حوالي لأن نحن يعني لقناهم بعضهم وصل ثلاثين سنة وما زالوا يقولون نبنسكن عندكم وصلنا إلى خمسة وخمسين سنة ساكن عندنا فيعني أعتقد يعني بعضهم طلعوا لبيوت ومأجرها وساكن عندنا فهذا حزب في تطبيق القانون القانون قال إلى سن الرشد طولنا إلى خمسة وعشرين ستة وعشرين سنة بعدها لابد أن يندمج أصلا حتى في كل الدراسات الاستشاريين النفسيين أو الاجتماعيين أصروا على اندماج الطفل أو الابن مع المجتمع نعصرهم في مكان الوحدة هذا كان خاطئ هذه الخططنا اللي قاعد نشتغل عليها الله الحمد مع الانتقادات بدوا يتزوجون انتقلوا لأن حطينا حوافز حق الزواج حطينا حوافز نساعد الله الحمد يعني حتى المتبرعين ازدادوا أمور كثيرة تحسنت لهم لهم مو لنا احنا مع الانتقادات اللي قاعدين يعني يبعثونها لنا يعني نتائج أسوح حتم الموسى بعد هذه الأسوح الحمد كلام جميل طبعا لكي نضمن الانصاف كما عودنا المشاهدين في برنامج لقاء الرأي عرضنا رأي الوزيرة هند الصبيح وكلامها جميل جدا وقالت في حالات تتزوجون والأمور ماشية وشرحت لماذا اللي انت تمين التضييق هي شرحتها بطريقة أخرى وجهة نظر أخرى شنو ردت عليها شوفي كلام أكثر من جميل وكلام ممتاز وكلام لما ذكرت معالي الوزيرة إن الأب قبل ما يروح ولده يدرس بره يروح أنا رحت للملحق الثقافي مثل ما قلت لش بالقاهرة قال لي ما عندي فكرة عن الأبناء اللي يون غير اللي يون عن طريق التعليم العالي وين الأبناء اللي تدرون عنهم أو شكل أنا قلت كلام أنا كنت نادي فيه هذا مو الحين يعني هذا الكلام اللي قالت السيدة الوزيرة غير مطبق على أرض الواقع لا لا هو يمكن يكون مطبق بس هي الحين هي تكلمت أنا بعد إذا قالت فيه ثلاثين فيه أربعين بعد أنا ما قلت إنه لا مموجودين لكن أنا السؤال وأسئلة لكل رب أسره هل بنتك تقول لها روح يسكني بروحك أنا أبي بس هذا الجواب إشنا بس يعني يليت لو نعرض يعني السكن الحالي اللي يبونهم اللي يبونهم يطلعون منه يعني السكن الحالي للأسف يعني يعني غير يعني مأهول للأسف يعني لا ما في داع تحطين صور أنا سوال فلت سميرة للأسف يعني حتى هذه البيوت اللي قاعدين يطلبون منهم إنهم يطلعون منها هذه البيوت يعني غير مؤهلة للسكن وعلى فكرة وايد معظم هذه البيوت يعني على فكرة معظم هذه البيوت نحن عشان وقت البرنامج بس اسمحيلي أبيش تتكلمين عن آخر شي ما أدري هذا مضحك مفكي سوالهم لجنة زواج كاحي ذكرتها الوزيرة اي ذكرتها الوزيرة لجنة للزواج أنا ماني فاهمة شنو لجنة للزواج يعني يقولوا مخطابة ما عرف شنو يعني كل هذي الأمور وبعدين أبليكيشن في هل هذا معنات أنهم مهتمين فيهم قاعدين يقول لهم وايد لا لا وايد ويقول لهم يعني يأمنون مستقبلهم بالزواج يعني شنو المشكلة لا أبدا مهتمين فيهم وايد لا وايد أني أييب البنات وأنه لذلك في كذا حالة تطلقوا من الأبناء البنات مو راضين أنا أرجع وأقول لك يا سميرة يمكن فيه كلامي فيه ناس ما يعجبهم أنا أتكلم من مبدأ إنساني فقط لا غير أنا أتكلم هذي الأبناء الشيء الثاني عدد الأبناء اللي الدولة عاجزة عن توفير المسكن لهم بعد بلوغهم سنة الـ 21 كم عددهم اللي قاعدوا تكلمون حوالي 130 130 نعم 91 هما أبناء وفيهم 45 وفيهم 50 مثل ما قلنا طيب انت شوفوا هذي اللي قاعدين ليش 130 كل هاللوية كل هاللوية يعني وعلى خير الكويت وعلى فكرة خلينا من هذا كل سميرة إحنا بس قبل هذه الكلمة لازم أطلع فاصل مضطرة فاصل أخير مشاهدينا وسنون مستمرين معكم مشاهدينا في حلقة لقاء الراي مع الشيخة بيبي اليوسف الصباح للأمانة وهذه رسالة ننقلها تلقت المعدة رباب بداح الكثير من الاتصالات من فتيات قالوا أن الكلام اللي ذكرتها الوزيرة هند الصبيح في المقابلة غير صحيح وأنهم لم يتلقوا أي مساعدات هذه رسالة ننقلها عشان نحافظ على المصداقية أيضا في مشاكل كثيرة في بنات انطردوا يعني بشكل فعلي من دور الرعاية بأسباب يعني يقال أنها سخيفة يعني واحدة راحت باتت عند رفيجتها واستأذنت منهم ثاني يوم دقوا عليها المخفر قالوا لها أنت طالعة وخلاص متغيبة ومتغيبة وخلال يوم تبحث لها عن السكن فهذه القصة الصحيحة التي نسبعناها رأي هناك وائد صحيح أنا لما أقول لك لما تسألت قلتيني عن المشرفات قلت لك لكن نحن ترى الرد براح يينينا بسهولة جدا بات تسمعون الرد إلا أن هذا كان والآن تغير ستسمعون من الحين أقول لكم بس عفوا البيوت التي أجرينها أوكفي من هو من يوجر الآن البيوت المساكنين فيها لها أجار يعني ولا لا حبيبتي بيوت بيوت الدولة بيوت الدولة يعني ما عليها أجار بيوت الدولة هذي لأشان أنا أقول ما أدري هل أهم يبون يفضون هاي البيوت وينهون مسؤوليتهم العمارة الوحيدة هذي اللي مؤجرة واللي طلعتوا إنتو الكتاب لأن دار الفتيات ودار الضيافة للبنات موجودة والكل اللي عرفها وعرف يشوفها بصليبيخات ملك دولة الكويت طيب صندوق الدخار للأبناء الصندوق للأدخار نحن مثل ما قلنا أن الدولة ما قسرت في رواتب شهرية للأبناء تروح تدخل طبعا هو حساب واحد يدخل يشوفون أي بنك عنده فائدة أكثر يحطون حساب واحد ويوزع على الأبناء للأسف أن هذا الصندوق فوائده تدخل للصندوق الخيري اللي أهم يقولون قاعدين يعطوني يساعدون الأبناء منا ما أنتوا قاعدين تساعدونهم من فلوسهم ومنكم مع أني أنا كنت أفضل إلى أن هذي لفلوس فوائدهم تدخل في إدخار الأبناء وأنا اليوم صراحة لقيت نفي من العلاقات العامة يريد تنشرونها عندكم لما سمعوا وصارت الدوش عن لقاء الراي اليوم عندكم أنتو توصل إلى 13 ألف دينار أنا ما أدري من وين يعيبينها هاي 13 ألف دينار يريد يحسبوننا ومو يحسبونها لي أنا يحسبونها للأبناء ويقولون لها تعال يا فلان أنت عندك هالكثر فلان عندك هالكثر فلان أنت عندك هالكثر الصندوق الخيري كله من عيال الحلال من الخيرين بهذه الأرض الطيبة الخيرين اللي قاعدين يساعدون الأبناء خلينا نقول احنا طالما احنا على أرض الكويت هذه البيوت مدام منها موجودة الأبناء لازم يظلون فيها موجودين بعدين تيين تقولين لي أن يشتغلون كلها كنا قلنا لك نرجع نقول الأب لما ولدا يشتغل إذا بيتزوج بيطلع لكن إذا ما هم تزوج بيقول لها اطلع لا ما هكو أنا أقول لك أشبه الوزارة الشؤون وهذا هو المفروض نعم أن تكون هي الأب والأم هم هما عليك يا بغتي هاي تهمت وصلتكم الحين شوفي الحمد لله الكل اللي عرف بيبل يوسف من هي لا هي محتاجة شهرة ولا هي محتاجة وزارة وأنا من زمان كانوا يقولوا لي قلت لهم ما أصلح أصلا ولا محتاجة مادة بيبل يوسف من جيبها والحمد لله ربي مغنيني عن هالأمور هذه كلها ويعرفون نفسهم وزارة الشؤون وأنا ما كنت بأضطر أقول هذه الكلمة اتبعوهم من كم سنة تقريبا من أكثر من 15 سنة ولولا خليني أكون صادقة ولولا خوف بعض المسؤولين في الوزارة الآن من أن يقولون بيبل يوسف شنو سوت شان طلعوا وتكلموا لكن احنا عايشين بدولة بوليسية انتي مساء قطعتي كلامي عن الكاميرات أنا ما حط كاميرات وراقب البنات أنا أقوم سلوك البنات أيبلهم مشرفات تدير بالهم عليهم هني أدور لكن أن البنات كسروا خطأ وخطأ 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 اللي سووه البنات لكن اللي خطأ اللي أكثر أني أحطهم بكلب شات وحطهم بنجدة وأوديهم المخبر لا مو تشدي لا يجب أن تكون معاملة معاملة الأبناء لا نصير لا نصير احنا والزمن عليهم يا سميرة رجاء الله يخليكم يا أهل الكويت لا نصير احنا والزمن عليهم هذي لناس نوجدوا بالدنيا بدون ذنب رجاء أنا ما راح أطلب من مسؤول ورا راح أطلب من وزير ولا راح أطلب أنا بطلبها من رب العالمين وأنا متأكدة قسما بالله العظيم لو سيدي صاحب السمو هذه المعلومات كلها عنده وهو اللي راح يأمر فإن هذي لأبناء أنهم يظلون في هذه البيوت ممكن أسألك السؤال؟ أنا رجل اسمي يوسف سعود دائما كان يقول إذا عندكم شي بتعينون عينوا أنا عيال إخواني كلهم عيالي وهذه العيالي عشان تشري أنا دائما هذي كلمتي معاهم وسألوهم كلهم قلوا لهم بيبيل يوسف شونك عاملكم كنت دائما أقول لهم مثل ما عامل عيال إخواني أنا عاملكم فعلا أنا اليوم يتني وايدة الصلاة منهم يسمونت يماي يما كل واحد ريالش طول شعرها يقول لي يما شوفي يا سميرة أنا قدري يمكن أني أنا مسكت إسكان المرأة الكويتية بصباح السالم والآن أمسك إسكان أبنائي أنا ما بيأقول تسمية اللي يسمونها أهما لا أنا يكفي أنه ولد منهم يقول مستانسين مسوي لنا ندوة كاتبين يتيم وأفتخر لا أنا يتيم وأنقهر مو هذا اللي إحنا نسوي في عيالنا عيالنا ما يستاهلون فيهم سيئين في كل مكان في سيئ في سلوك معدل في كل مكان في سلوك لكن ما تعامل بهالطريقة وذكرها واحد من الأبناء لكن للأسف أنا ما قدر أدخلهم لأني ما قدر أخليهم يتحملون جرم أنهم تكلموا وقالوا لمعاناتهم أنا ما حد بقدر يسوي لي شيء والله بيرفعون عليه قضية الشؤون بيقولوا لي كلامك مصعيح كلامي كله موثق كلامي كله موثق البنات هذيلة لما شوفي أنا عندي إحساس وأنا دايما معروف عني حاسة سادسة وعصر الله يستر ما تصير مع العيال هذيلة عندي إحساس إلى أن الوزارة تبتسوي أي شيء خلال سنتين تسكر هذا الأبواب ما أدري عندي هذا وهذا اللي يعني مخوفني على المستقبل اليائي إحنا مو بس ننظر إلى هذيلة سميرة بالله عليك في أم البنات عندهم دار الفتيات ودار الضيافة دار الفتيات فيه البنات اللي ليما الآن قاعدين يدرسون تخيلي شعورهم يقول لك نتمنى أن إحنا ما نكبر نتمنى ما نخلص جامعة ولا نشتغل لأنه راح نيه لنفس الموضوع هذا أنا العادة أختم فلقات فضاء الرأي اليوم الختام عندك أنا ما عندي ختام غير أني أنا أقول أول شيء أشكركم على أنكم فتحتوا استوديوهاتكم مولي أنا لأنقل معاناة الأبناء أنا ماني مستفيدة من شيء إلا شيء واحد مستفيدته عند رب العالمين أن ربي يرحم أبوئي وأخوي أمة محمد أجمعين هذي الأبناء في قرقوبكم يا دولة الكويت لا تضحون فيهم ولا بعدين تلومونهم وتقولون هذي لعيالكم عيالكم عيالكم لا أعيالنا ديروا بالكم عليهم أخطأوا أقبوهم لكن مطردوهم هذا اللي أقوله وأنا متأكدة أني أنا بديرة خير نتمنى ذلك سميرة لا تبتشين لأن شوفي إنتي لو تبتقعدين مع هذي الأبناء لو تقعدين مع الأبناء ترى رح تبتشين أكثر من شدي لكن إحنا اللي نقوله نقول شوفي أنا دائما إنسانة ثقتي بالله لا يرضى بالظلم وما يرضى بالظلم على هذه الأرض أرض الخير اللي خيرها وصل لكل بقاء العالم ثقتي بالله شبيرة وايت شبيرة ثقتي بالله وأنا متأكدة أدري بعشر بيقولون شذب وبعشر بيقولون كلام مو صحيح أدري كل هالكلام بينقال لكن أنا ثقتي بالله شبيرة إلى أن هذي الأولاد البنات والأولاد بتنفرج إن شاء الله مشكلتهم خليوا يقعدون بالبيت وهذاك الوقت سووا اللي تبتسوونه أنت لو موظف يشتغل عندك وتبتفنشينه تقولين لبعد ثلاثة شهر صف أمورك هذي الأبناء بيوم وليلة طاخ انقطع المصروف عنهم اللي عليها التزامات اللي عليها قصة سيارة اللي عليها لا أنا ما عالج القانون مرة واحدة عقب ما كان يعني كلامهم التسيب وال 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 تي مرة واحدة لا مو بهالطريقة الرحمة فوق القانون وهذا اللي أنا أتمنى ومشكورين وما قصرته شكرا لك إن شاء الله والله يكثر من أمثالك أمثالي لكمون العمل التطوعي وحقيقة العمل التطوعي الحمد لله شكرا لك شكرا لك شكرا لك شكرا لك شكرا لك شكرا للمشاهدينا وإلى اللقاء شكرا لك شكرا لكم 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 شكرا لكم